إمت بدأتي تحسي أن دنيا سامير غانم هي اللي مشهورة مش أن دي دنيا بنت الفنان سامير غانم من أول وأنا بتخرج من الجامعة عملت كبارية فـ بالبوتلابي البوتلابي أيوة كان ذهبي دهبي كان ذهبي أيوة كان ذهبي زي ده نهارة اللون آه هو ده دهبي ماذا؟ ده بينكو قسنا وريت الشاماء ده فيه خدعة هو كده بينكو وكده ده هبي أوه لا سحر ولا شعوف فرحمة بي بس شايفين السحر أرحمة مهمني يعني فبقولك بعد ما عملت بقى كبارية ابتديت حس أن الناس يعني الحمد لله يعني حستني بطريقة أكتر شوية يعني وكان بعد وعلى طول الفرح السنة اللي بعدها السنة اللي بعدها تتير انت لا سوري فرحوا تتير انت كانوا في نفس السنة بس فهو من ساعتي حسيت أن الناس ابتدت تحس أنه أنا يعني منفصل عن أهلي يعني لا يعني بصي أنا عايز أقولك يعني بخلاف سميرة بيرة وبخلاف الفرح وبخلاف كبريء لكن تير انت ده يعني ما شاء الله ما شاء الله هو حاجة كده دايما مثلا يقولك الفنان لما بيجي بيبقى عنده العمل اللي هو اللي في أعلى الكيرف وبقية الحاجات انت ما شاء الله تير انت هو بداية الكيرف اللي لسه مكمل معانا ويا رب يفضل مفتوح يا رب إن شاء الله دايما 推ه